ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المجلس الدكتور أحمد عوض بن مبارك عددا من القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية والمعيشية إضافة إلى نكاسات الأمنية والاقتصادية الخطيرة مع سمرار تصعيد ميليشة الحوث الإرهابية على مختلف الجبهات وقرصنتها المستمرة على سفن التجارية والملاحة الدولية وفي مسهل الاجتماع أحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بمختلف التطورات والمستجدات في الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية والالتزامات الحتمية الواجب القيام بها في هذه الظروف الاستثنائية بموجب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليم وأعضاء المجلس مذكرا الجميع بعنوان المرحلة الحالية القائم على تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمتها هجمات ميليشة الحوث الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية وقال لقد تعهدت منذ تكليف بهذه المهمة أن يكون عنوان المرحلة الحالية لعمل الحكومة هو تعزيز الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد بجميع أنواعه المالية والإدارية وبشكل حاسم لا مساومة فيه فكلنا ندرك حجم التحديات والظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجهنا في هذه المرحلة لكن ذلك لن يكون عامل إحباط لنا بل حافزا ودافعا وفرصة ثمينة علينا التقاطها لتنفيذ إصلاحات حقيقية وشاملة بنهج وإرادة بعيدا عن الوعود والشعارات هذا ما يستوجب أن نمضي في سبيله معا ونعمل على الوصول إليه ولا سبيل أمامنا غير النجاح وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعورية الشقيقة ولقائه مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز السعود وزير الدفاع والمواضيع التي تم مناقشتها وما لمسه من التزام ثابت من قبل الأشقاء في إسناد جهود الحكومة لمواجهة التحديات انطلاقا من خصوصية وعمق العلاقات وروابط الأخوة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين لافتا إلى مناقشة استحقاقات السلام ومسجدات الأوضاع على ضوء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر ووافق مجلس الوزراء على مشروع تمويل برنامج الرواد لابتعاث أساتذة الجامعات في برامج بحثية مشتركة مع الجامعات العربية والأجنبية بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية على أن يتم البدء في تنفيذه من العام الجاري 2024 وأحدد مشروع القرار شروط ومعايير الاستفادة من تمويل البرنامج للابتعاث والاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين للمنح البحثية السنوية والالتزامات عليهم وتشكيل لجنة قبول المتقدمين برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية ثلاثة من رؤساء الجامعات الحكومية وثلاثة أساتذة من الجامعات الحكومية أيضا وكلف المجلس وزيري المالية والتعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية المستفيدة البدء بإجراءات التنفيذ الفنية والمالية للبرنامج والرفع بنتائج التنفيذ لرئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخه وسارض مجلس الوزراء مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة لسنة المالية 2024 بلادية والتي قدمتها وزارة المالية والمتضمين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات والصعوبات التي تواجه استدامة المالية العامة وأهداف وأولويات خطة الإنفاق إضافة إلى السياسات والإصلاحات المرتبطة بتنفيذ الخطة وأقر المجلس تشكيل لجنة من وزراء المالية والدفاع والداخلية والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والإدارة المحلية والأمين العام لمجلس الوزراء لمراجعة خطة الإنفاق والسعاب الملاحظات المقدمة عليها ورفعها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم ووقف مجلس الوزراء أمام الإجراءات الحكومية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية جراء الحرب العسكرية والاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوث الإرهابية بما في ذلك إصرارها على قطع الطرقات الرئيسية وحرمان المواطنين من حقهم الطبيعي في التنقل عبر طريق أو طرق آمنة وسمرار مراوغاتها وتضليلها ومزايداتها المكشوفة في هذا الجانب مؤكدا أن فتح الطرقات هو مطلب وطني أصيل وجاد ولا يجوز العبث بمعاناة المواطنين واستخدام هذا المطلب للمزايدة والابتزاز ولذا كان دوما ضمن رؤية الحكومة وضمن أولوياتها للسعادة السلام ومطلبا ملحا تضمنته خارطة السلام بعد أن رفضت ميليشيا الحوثي مبادرات الحكومة بفتح الطرقات من جانب واحد في تعز ومأرب وحيا مجلس المزراء ذكرى عاصفة الحزم التي أطلقها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لنداء الواجب الأخوي والعروبي في مواجهة مشروع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مؤكدا أن عاصفة إنقاذ اليمن تمثل تحولا هاما في مسيرة العمل العربي إدراكا بواحدية المصير وضرورة تصد الحازم لكل مشروع يستهدف هوية وانتماء الأمة في أي دولة عربية وأستذكر المجلس بسالة وتضحيات ودماء شهداء الوطن وأشقائهم من دول تحالف دعم الشرعية الذين سطروا بدمائهم الزكية ملحمة بطولية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية والمقاومة المستمرة حتى هزيمة هذا المشروع السلالي الكهنوتي مثمنا تضحيات الجرح والمختطفين والأسرى والمهجرين قصرا من منازلهم وإدراكه لمعاناة اليمنيين على امتداد الوطن جراء إرهاب ميليشيا الحوثي الذي سهدف ولا يزال المدنيين العزل وكل مقاومات الحياة والجرائم المتكررة ضد الإنسانية والتي لن تمحى من سجلها الأسود وآخرها مجزرتها المروعة على مرأة ومسمع من العالم أجمع بتفجير منازل المواطنين في منطقة الحفرة بمديرية رداع البيضاء ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا وإصابة آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال وأشهد مجلس الوزراء بالالتزام القوي من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في العمل مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار عبر استكمال سعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومراك المجتمع الدولي للطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا وهو ما تجسد في البيان الأخير الصادر بإجماع عن مجلس الأمن الدولي والذي أكد على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 22-16 والقرارات اللاحقة والتعاون مع الحكومة اليمنية لمنع الميليشيا الحوثية من تنفيذ المزيد من الهجمات على سفن التجارية في البحر الأحمر وجدد مجلس الوزراء موقف اليمن الثابت من القضية الفلسطينية وحق شعبها الشقيق في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وأن ما تقوم به ميليشيا الحوث الإرهابية من قرصنة للسفن التجارية والملاحة الدولية والمزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وغطاء لخدمة داعمها في النظام الإيراني مرحبا بقرار مجلس الأمن الدولية الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك وتطلعه أن تيقود هذا القرار وكافة الجهود الإقليمية والدولية إلى إنهاء الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية والميدانية في ظل سمرار تعتداءات ميليشيا الحوث الإرهابية على مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات مشيرا إلى أن هذه التحركات الحوثية الإرهابية والمتزامنة مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية وسهداف السفن التجارية وضرورة دعم الحكومة وقواتها المسلحة لاستكمال سعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وحماية الممرات الدولية وطرق التجارة العالمية وأشهد المجلس بالجهزية واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والشعبية ومواقف القوى الوطنية المنضوية في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري والمشروع الوطني الجامع الذي يبدأ بإنهاء الانقلاب واستكمال سعادة مؤسسات الدولة معبرا عن عظيم الاعتزاز بتضحيات منتسبي هذه المؤسسة الوطنية والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية واستمع مجلس الوزراء من وزير الداخلية إلى تقرير عن الأوضاع الأمنية ومسجداتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والخطط المنفذة خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز المنظومة الأمنية وطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن الموارد العامة المشتركة للعام المالي 2023 وتوصيات المقترحات اللازمة لمعالجة اختلالاتها أو اختلالات تحصيرها والمقدم من وزير الإدارة المحلية كما طلع على تقرير عن مستوى تنفيذ مشروع المرونة المؤسسية والاقتصارية في البلاد والذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2023 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر